مثلما كانت الودائعة السابقة ومثلما كانت المساعدة السابقة هي لا تعمل إلا كمهدئ لحظي لمدة معينة فقط ربما يخفف من حدة انهيار الريال لكن حتى وديعة الـ 2 مليار التي سبق واستلمناها في 2018 برغم أن المبلغ كان كافي ومناسب لتلك المرحلة لكن لم نستطع هذه الودائعة وقف انهيار الريال يمين واستمر الانهيار ولو كان بحدة أقل لكن الانهيار استمر ولم تحقق الودائعة لأن بكل بساطة الحكومة لم توجه الودائعة ومبالغ الودائعة باتجاه الغرض التي خصت الأجلة وتم التلاعب بها وتم التربح منها وتم استفادة منها وتم إعطاء نصفها تقريبا لتجار وبنوك الحوثي يعني من البداية كان الفترة أنه لا تحصل أي بنك وأي مؤسسة الحوثي على أي من هذه المبالغ وأن يتم الاستفادة منها بشكل كامل لدى مناطق الشرعية وتالي الحوثي هو من استفاد منها وهو من قدر أنه يحصل على تسهيلات بعملها أو بسعر محفظ ويشتري وقود ويشتري غذاء ويشتري حبوب عبر التجارة وفاهم وغيره وبالتالي التجارة الشرعية لم يحصلوا إلا على نصف هذه المبالغ بالضافة للفساد بالضافة للتلاعب بالضافة للتربح الذي حصل وكذلك هم استخدموا جزء من الودائعة لتغطية النفقات الخاصة بالحكوم يعني في ظل كل ما ذكرت إلى أين سيصل حال العملة الوطنية لنكون واضحين طالما والحكومة مستمرة في موارساتها الغير منطقية وغير واعية هم الانهيار سيستمر والاقتصاد الوطني سيستمر بالانهيار قلناها مرارا وتكرارا نحن نستورد بحوالي 3.8 مليار دولار في الشقات النفطية هذا الكم من العملة الصعبة الذي يغادر البلد بإمكاننا أن نوفره عبر تشغيل مصافي عدم لكنهم مصممين على تعطيل مصافي عدم لمصالح تجارة مشتقات نفطية يعني المصائل الضيقة هي التي تؤثر على مصير الشعب اليمين بشكل كامل هذه المصافي لو اشتغلت وتم مثلا إنشاء منذ سنوات نحن ندعو مثلا لرفع القدرة الانتاجية للمصافي مارا إلى عمل مصافي أخرى مثلا في حضر موت كانت هذه المصافي مثلا ستتمكن من تصفية النفط المحلي وتغطية الاستهلاك المحلي من الوقود من النفط من البنزين والديزل بنضافة لأن تعدك الغاز الطبيعي الذي تنتجه اليمن ويحترق في الهواء هذا الغاز كان قادر على تشغيل كل محطات الكهرباء لكل اليمن من البهرة وحتى صعدة هذا الغاز لا تستفيد منه اليمن وتمحقه في الهواء كل هذه الموارد كل هذه المكان كنا قادرين نحن نغطي الاستهلاك المحلي لماذا ذكرت موضوع الكهرباء يعني لأنه فيه لأنه احنا الآن بنستورد ونحصل على مساعدات لتغطية استهلاك المحطات تلويض الكهرباء ومع ذلك مثلا المواطنين في عدل يحصلون على أكثر من ساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات في أحسن تقدير في اليوم على كهرباء بينما كان الغاز المسال والغاز الطبيعي المسال قادر على تغطية 24 ساعة وهو موجود ويحترق في الهواء سواء في مأرب أو في شبوة أو في حضرموت كل هذه الموارد تضيع والحكومة تتفرج والاستفادة منها ممكنة وبسيطة في اليوم التالي مع ذلك الحكومة وكأنها تتعمد أن تعذب الشعب وأن تبقيه في هذه الحالة من الضرق من يدفع الفاتورة فيها؟ المواطنين يليمني بكل شكل وبكل تأكيد وكأن الحكومة موجودة ومخصصة لإبقاء الشعب اليمني ضعيف وموزق ومنهاك اقتصاد طيب تدهور العملة الوطنية قد يتساءل المواطن يعني لأنه هناك في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية يعني أسعار غير المناطق المحررة كيف يمكن أن نتفسر ذلك؟ لو نلاحظوا من بداية سيطرة مليشيا الحوثية على مناطق التي هم موجودة فيها قاموا بيرهاب وحبس واحتجاز واختطاف مديري بنوك أصحاب شركات صرافة وبالتالي السعر الموجود في صنعها هاليا وبكل وضوح هو سعر وهمي سعر وهمي؟ نعم سعر وهمي سعر غير حقيقي لأن المواطن في النهاية الأمر هو يشتري بأسعار غالية ويشتري المواد الغذائية وحصل الخدمات بأسعار غالية ترتفع يوما بعد يوم هذه الأسعار هي التي تعبر بشكل حقيقي عن سعر العملة لكن مليشيا الحوثي تستفيد من هذا الفارق المغتري مثلا يبعث مئة دولار إلى أهلو في اليمن هم يأخذوا تقريبا نصف أو ربما ثلث هي قيمتها يعني هم يصرفون تقريبا بخمسمائة وخمسين الآن أو مئة دولار بخمسة وخمسين ألف بينما هي قيمتها مئة ألف أو مئة وثلاثين ألف هذا الفارق كله يذهب إلى صالح مليشيا الحوثي بينما المواطن عمليا يذهب ليشتري بر والرز والزيت بأسعار غالية سعر صرف مئة ألف وأكثر